عندما نذكر أتراك ألمانيا لابد أن نشير إلى مسعود أزيل هذا الرجل الذي صدم كثير من الألمان كان في نظرهم في البداية بطل قومي لأنه استطاع أن يحقق بطولة كاس العالم في عام 2014 بدولة البرازيل وطبعا ما أدرك ما البرازيل في عالم كرة القدم وفازوا حينها بسباعية مقابل هدف وحيد للمنتقب البرازيلي فكان أحد الأبطال القوميين للشعب الألماني ثم بعد ذلك بعد أن وجدوه مع أردغان وداعم لأردغان تحول لعدو بالنسبة للبعض داخل ألمانيا وبالنسبة للسلطات الألمانية كيف ترى هذا الشاب الألماني صاحب الأصول التركية ودعمه الكبير لأردغان يعني أولا أشكرك على التفصيل في القضية لأنني بلغت من العمر عطية فالقضايا الرياضية لا أتابعها بشكل تفصيلي إلى حد ولكن رغم ذلك الواقع كان قصته معروفة في كل مكان لمن يتابع ومن لا يتابع ومجرد زيارته لأردغان هي التي لعبت دورا أنه كيف يلتقي مع هذا الدكتاتور في يعني ما أدري من أن يأتون بهذا الكلام يعني فعلا من ناحية المنطقية والسياسية بعد ذلك ندموا عليه يعني ندموا عليه بمعنى هم لأنه يشعروا بأنه نوع من عدم التأييد لموقفهم لأنه هذا موقف عنصري لا يستخدم لا في الرياضة ولا في غير الرياضة بأنه بسبب إنسان قناعاته السياسية يمكن أنه يعني ينقلب كما ذكرت من بطل ونجم رياضي إلى مغضوب عليه في عرفهم فبالتالي الواقع فيه كان ندموا أتى في ذلك الفترة أما تفسيرها لأنه فعلا في نوع من العنصرية ثم هناك في جانب آخر الواقع اليمين المتطرف صعد إلى حد لا بأس به خلال العقدين الماضيين في ألمانيا وغير ألمانيا وبالتالي كان هناك نوع من التجييش لمثل هذه المواقف فأصبح حتى الأحزاب التي ليست يمينية مضطرفة الأحزاب اليمينية الاعتيادية أو حتى الأحزاب الاشتراكية وكلها الواقع اليمينية في نهاية المطاف يعني هذه الأحزاب بدأت تقوم بمواقف تتخذ مواقف من أجل أن تبدي أنها تفهم بالرياضة أو تؤيد الجانب الجمهوري الذي يؤثر به اليمين المتطرف في هذه القضية إنما في نهاية المطاف الواقع كان هناك ندم على هذا الأمر لكن بعد فواتي الأوان لم يعود هناك فرصة لاستدراك أما الآن يوجد أيضا الواقع ضمن الفرق الرياضية الألمانية أعداد كبيرة يعني عندما نقول فريق ألمانيا مع ذلك المقيم في ألمانيا وليس الذي يحمل الجنسية الألمانية لأن أغلبهم ليس فقط في ألمانيا ألمانيا فرنسا بريطانيا إلى آخره معظمهم ليسوا من أصحاب البلد الأصليين يعني من أهل البلد الأصليين وإنما من أهل البلد المستقبليين إذا صح التعبير بمعنى أن هؤلاء الواقع موجودون في الساحة ويحققون إنجازات غياضية بيّنة ظاهرة للعيان موسيقى